يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة اليوم كان فيه مباراتين في الدوري المصري الممتاز في منتهى المتعة حلو الدوري بدأ حلوة يا جماعة قوي قوي فيه كرة حلوة كل الفرق عايزة تكسب اللي بيكسب الاسبوع الاول بيخسر الاسبوع التاني واللي بيخسر الاسبوع الاول بيكسب الاسبوع التاني وهنشوف كده في الدوري طوال الدوري ما فيش فرقة من البدايات كده تحسها فرقة واقعة لا كله مسك نفسه آه في فرق إمكانيات من فرقة وفرقة بس كله ماسك نفسه ما فيش فرقة دخلتها بط لأ وما فيش فرقة ضمنة انها هتكسب الدوري لأ الأمور شكلها حلو البداية شكلها حلو وكل حاجة حلوة كل حاجة حلوة بس تسناء اللي حصل إمبارح يعني مش هنعيده تاني بس كل حاجة ماشية الحمد لله حلو حلو لما يبقى فيه لقطة كده ولا قرار كده ولا ولا الأمور دي بتعدي ومرة ألف مش مرة تانية كل ده بيحصل في كل دوريات العالم فيش حاجة بتمشي بنسبة 100% صح بتكلم عن المنظومة كلها يعني ايه يعني ما فيش مدربين كل مطشطهم بتبقى كويسة ما فيش لعبين كل مطشطهم كويسة ما فيش إدارات كل قراراتها كويسة ما فيش حكام كل قراراتهم سليمة ما فيش ما فيش دي مش هتحصل في الدنيا كلها في أعظم دوريات العالم النهاردة في الجولة الثانية من الدوري كان فيه مباراة بين بلدية المحلة واسموحة واسموحة فاز بهدفين دون رد أحمد خالد سجل الهدف الأول تعالوا نشوف الأهداف في الديئة 43 وعمر قلاوة سجل الهدف الثاني من رقل الجزاء في الديئة 56 والأهداف أمام حضراتها طرد الجزاء دي بسببها تم طارد محمد عبد الرازق لعب بلدية المحلة عشان لعب سموحة الانفراد وهو أعاكو في الطريق بلدية المحلة كان بادئ بداية رائعة جداً في الأسبوع الأول وفاز على المقابل العرب وبعد كده خسر إن عادشكي بقولك الدوري حلو فيش حاجة مضمونة في الدوري ده خالص خالص مباراة أخرى كانت مسيرة جداً في أحداثها مودرن فيوتشر ألب الطاولة على الداخلية وفاز عليه 2-1 ألا كنبادي سجل الداخلية الهدف الأول في ديئة 42 هدف كان تقدم للداخلية وكان هدف ممكن يسهل أمور الداخلية وفرحة كبيرة للكابتن ميمي عبد الرازق أنا أشوف الأهداف فأنا أتكلم مع حضراتكم أقول هدف الأول خطأ خطأ كبير من جنش خطأ كبير من جنش يعني بدأ المباراة بخطأ كبير بس أني مشوا واحدة واحدة تمام بص بقى بصوا بقى بصوا الحلاوة استنى 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 بص 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 بشكش هدف يخش في جوائز بشكش العالمية هنعيد الجلدة كتير بس لما نخلص بس الأهداف عمر كمال عبد الواحد واحد من الأهداف العظيمة في الدولة المصري وبعد كده أحمد رفعت أضاف جنش مع نهاية المباراة وتسطى لراكلة جزاء لأجويره في الديئة في الديئة الأخيرة من الوقت البدأ بالضاقة بص هدف أمار كمال عبد الواحد بص الحكاية ده هدف كمبادي الأول خطأ جنش بص الأول بس في الهدف ده فيه كسطين كسطة الزنفولي بص روعة الزنفولي حارس الدخلية ومن المباراة الماضية بيطأ الله الجامد الراجل عمل كل حاجة كل حاجة لحد ما كانت له الصدمة دي بوم اللي بيسموها الكرباج كرباج كرباج عمر كمال عبد الواحد وبعد كده جنش زي ما بقولك بداية كانت بخطأ كبير جدا وتصدى بعد كده ليه كورة أجويره بالمناسبة كورة أجويره اللي تصدد دي كابتن ميمة عبد الرازق بحسب زمينة اللي كانوا موجودين في ملعب المباراة كابتن ميمة عبد الرازق كان رافض إن عبد الرحمن أجويره يشوت ضربة الجزاء والراجل خد الكورة والرها شقت ضربة الجزاء وهو بيستعد نشوط الكورة كان الكابتن ميمة عبد الرازق واقف برع عمر يقول والله هيضيعها والله هيضيعها والله هيضيعها والكورة ضعت طبعا فيه لقطات حضاراتكم مش بتعود يعمل وكابتن ميمة عبد الرازق بيقول لا لازم يمشي من نادي ولازم مايلعبش تاني ولايلعبش كورة كان متنرفز جدا الكابتن ميمة عبد الرازق إن عبد الرحمان أجويره لا منتخابنا الأولمبي هو اللي شاط الكورة وأضاع الكورة وبصراحة سددها وحش قوي بس على فكرة بالمناسبة يعني هي بتحصل يعني برضو عشان ما نكبرش الموضوع يعني واحد يضايق ضرب الجزاء دي ما تستهدش إنه يمشي من النادي واحد خد قرار من نفسه برضو دي ما يستهدش إنه يمشي من النادي بس طبعا لازم يفيه عقوبات لو هو مش هو المصنف رقم واحد أو هو ترتيبه رقم واحد في إنه يسدد ضربات الجزاء وعمل كده من دماغه أكيد هيبقى عليه عقوبة بس أكيد مش تصل لفكرة إنه يمشي من النادي يعني دول المباراتين اليوم في الدوري المصري